بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب. إن شاء الله نبتل مع بعض الجزء الخامس من الفصل الخامس لمقرر النظم بالمعالج الضقيق. في الجزء ده نتكلم عن موضوع اسمه Address Bit Map. وتعالوا نشوف الموضوع بمثال. احنا هنتكلم عن المثال اللي احنا خدناه في الجزء اللي فات. وقلنا ان احنا عندنا اربعة ميموري تاتة رام شايفين واحدة ايه واحدة روم. وقلنا نطاق العنوين هيكون بداية ونهاية كل ميموري. بمعنى الروم لو تفتكر كان 16 كيلو. وكان نطاقها من 0000 هكسا ديسيمال لتلاتة FFF هكسا ديسيمال. مش كده? اه تلاتة FFF هكسا ديسيمال. طيب. والرام كان نطاقها من 4000 هكسا ديسيمال لغاية 7FFF هكسا ديسيمال. اذا كل واحدة من ديها جماعة تعبر عن بداية العنوان اللي ستارت لكل ايه? ستارت العنوان لكل ميموري. ونهاية هول اند بتاعها. مش كده شباب? جميل. احنا اتفقنا عن كلام ده المحاضرة اللي فاتت. واتفقنا عليها لما جينا شرحنا يعني ايه ميموري ماب او خريطة الزاكرة. طيب. تعالوا نشوف مع بعض كده مثال. لنفرض ان في واحدة من الرماديات تم حسفها. ايه اللي ممكن يحصل؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان الرامل في الوسط ديها شايفينها مع بعض حزفناها. هل يتم استغلال نطاق العنون بتاعها ولا لا? بيقولك لا في الحالة ديها لا يمكن استغلال نطاق العنون بتاعها. تفنى؟ يبقى اذا في الحالة ديها اه؟ في حالة حسف حسف احد احد الانواع الممر الموجودة عندك اصبح هذا النطاق امتي امتي يعني فارغ ولا يمكن استغلاله. طيب يعني بمعنى ايه؟ بيقولك لو حاولت تعمل ريد فيها؟ لو تحاولت تعمل ريد في هذا النطاق هيرجعلك بقمع ايه ايف ايف في بعض الاحيان الايه الاحيان ايف 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 هيكسا ديسمال طيب لو حاولت تكتب تكتب في هذا النطاق اه؟ ما تقدرش تخزن ابدا في هذا النطاق من العنون. اذا هذا النطاق اذا تم حسف ممري منه لا يمكن استغلاله. وكمان لما تيجي تقرأ زي ما انت شايف كده ريد اوبريشن ريتيرنز اف اف فاليو حتى في الرايد بص كده ريد اوبريشنز كانت ستورة اني فاليو اونات ما نقدرش نخزن اي نوع من انواع الداتا في هذا النطاق طيب تعال نشوف مع بعض لو حزفنا اتنين بقى حزفنا الرام اللي كانت رقم واحد والرام رقم تلاتة اذا في الحالة ديت برضو مش هنقدر نستغل النطاقين دول النطاق اللي هو بتاع الرام واحد والرام اتنين برضو هيبقى النطاق ضفاضي والنطاق ضفاضي لا يمكن استغلاله واتفعنا مع بعض دلوقتي في حالة لما تيجي تعمل تقرأ منه هيطلع لك اف اف اكسا ديسيمال وما تقدرش تخزن فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته